السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي معكم محمد السهر نكاوي ونرطب حالتنا حارت عليكم مكموات التمرين الحارق التون والبطن وشد ترهولات البطن قبل اي حاجة سمحنا بتاعتين تايما لا تنسوشوا لكم تعملوا لأي سبسكرايب وتفعلوا كرص عشان توصل لكم كل الفيديوهات جديدة ويلا بنا نبدأ الفيديو ودلوقتي سيمنتش عفين من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاولى وباقي التمرين عايزة لكم ان ان شاء الله انا حارت عليكم مكموات التمرين هتساعدكم بشكل كبير جدا جدا على حارق التون اللي بتبقى مترقمة في منطقة البطن وكمان هتشد ترهولات اللي بتحصل بعد عملية حارق التون في منطقة البطن الكامل وان شاء الله برضو فيديو النهاردة هيعتبر القص الاول من سلسلة فيديوهات اللي بتبقى متعلقة بيعني بحارق التون البطن وكمان بتشد ترهولات اللي بتحصل بعد عملية حارق التون في منطقة البطن وان شاء الله كل يوم هنسل فيديو مختلف وتسايم قلت لكم طبعا كل فيديو بيحتوي على تمارين مختلفة تمام وتسايم قلت لكم بقى الفيديو ده بيعتبر الكوس الاول تمام وبكرة وبعد 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 وان شاء الله لحتى ما نوصل الكوس العاشر تمام وطلوقتي بقى التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض هيكون تمرين سهل وبسيط كده وعسنا هو سهل وبسيط هنعمله مع بعض خمس مكموعات في خمسة عشر عدة يلا بين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برايك 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 وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول دلوقتي هنعملوا مع بعض التمرين الثاني التمرين الثاني هو يعني يعتبر هو مش صعب بس محتاج مكهود شوية محتاج ان الياقة بتاعتكم تبقى قوية مش شديدة شوية وعشان كده هنعملوا مع بعض اربع مكمات في عشر عداد يلا بينا برايك برايك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة